موسيقى طبعاً أنا الآن في الخط السريع اللي صايراً أنه أنا بأستخدم الكروز كنترول هذا الكروز كنترول عبارة عن أدابتف كروز كنترول يعني إيش أدابتف؟ إيش الكلمة هذي؟ يعني يتعامل ويتأقلم مع السيارة اللي قدامك وسرعتها إذا أنت ماشي مثلاً عالمية ومثبت السرعة عالمية في البرادو واللي قدامك هدى إلى ثمانين البرادو أوتوماتيكلي تنزو سرعتها إلى ثمانين أدابتف كروز كنترول تحميك من أي حادث لا أسمح الله أليني أوريكم الآن السرعة ثابتة عالمية وأمامي سيارة مهدية سرعتها إلى تقريباً ثمانين السيارة البرادو قاعدة توقف وتأخذ حذرها من السيارة اللي قدامها هذا هو الأدابتف كروز كنترول طبعاً إذا السيارة ما وخرت وترجع أنت لسرعتك الطبيعية تقدر توخر على الطريق وتبعد حيث أنك أنت ترجع للخط اليسار مثلاً والسرعة أوتوماتيكلي حترجع إلى اللي أنت مثبتها عليه اليوم أنت بتستخدم البريكوليجين سيستم لو ما تستخدم الكروز كنترول الأدابتف كروز كنترول يعطيك هذه الخاصية يعني اللي قدامك إذا هدى السرعة وجلس يهدي إلين قرر أنه يوقف وسط الخط السيارة البرادو وإنت على الكروز كنترول رح توقف معاه أوتوماتيكلي إذا أنت بعت عن الخط اللي هو موجود فيه اللي أمامك رح ترجع السرعة زي ما كانت طبيعية على اللي أنت نفبتها من قبل الله تصدق الطريق طويل أنا ما أبغى أخذ طريق هذا فهدور لي على إختصار كده بالمرة نجرب الأفرود في السيارة هيوه هيوه هاده مكتبه طبعا هاد السيارة أول ويل درايب فيعني أنا أول مرة أسوي أفرود طبعا هادسة أحبت لوقيت نستغلل لأهما يكون معزاء أبلي كتبه أؤوه أهوه حسناً ممتاز هناك الكاميرا الأمامية لأنني لا أستطيع أن أقوم بالطلعة 360 ستقوم بحول السيارة حسناً الحمد لله ممتاز 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 من المسطن ممتاز ممتاز ثم لاحظ يكاننا لقيناها يا حبيبي لقيناها هذه هي طال عمرك الحرام الحمرة ميش مكتوب ميش المكان الجميل ده وخيول الدنيا حرف الاي حابب تعرف الدي فين أعمس كان بس لا تتفاجئ خلاص بعد كده ما فين مفاجئات باقينا حرفين تعالوا معاي اشتركوا في القناة